مشقة كبيرة تكابدها التونسية هنية يعقوبي وهي تقطع الأميال الفاصلة بين منزلها وإحدى الأبار الجبلية لملء الجرار البلاستيكية بمياه تعرف سلفاً أنها ليست نظيفة ولا صالحة للشرب المرصد التونسي للمياه يؤكد أن مأساة يعقوبي تندرج ضمن أزمة حوالي 200 ألف أسرة يعاني أفرادها من نقص المياه في تونس ويضيع أكثر من نصف دخلهم في محاولة الحصول على الماء النظيف لكن قبل قرابة خمس سنوات كان بإمكان كل تونسي الحصول على ما يصل إلى 440 متراً مكعباً من المياه سنوياً واليوم تراجع هذا الرقم إلى أقل من 400 متر مكعب للفرد وسط تحذيرات من أن تغير المناخ والنمو السكاني قد يتسببان في انخفاض الكمية إلى 300 متر مكعب للفرد بحلول عام 2050 وتضغط الكثير من العوامل على المياه في تونس من بينها التحول إلى الحياة الحضرية والنمو السكاني والاحتياجات الزراعية والصناعية كما يزيد عليها تفشي وباء كورونا الذي زاد من الحاجة إلى استهلاك الماء النظيف متى وجد وبين معاناة الأسر الفقيرة وإشكاليات النمو السكاني وتهديدات الأوبئة تواجه السلطات التونسية تحديات جمّة في المرحلة المقبلة تنصب بالأساس في ضرورة العمل الدؤوب على توفير كميات كافية من المياه الصالحة مع اعتماد الأليات اللازمة لترشيد الاستهلاك بما يخدم تحديات شح المياه ويدعم مخططات التنمية داخل الأراضي التونسية اشتركوا في القناة